تمكن المهندس أحمد الحجاوي من زراعة بعض النباتات الاستوائية على أرض مدينة الإسماعيلية مما يعد إنجازاً كبيراً للزراعة على الأراضي المصرية ولعل أبرزها زراعة البن حيث أصبحت تجربة المهندس المصري حديثة الجميع محلياً وإقليمياً وتمكن المهندس أحمد الحجاوي من زراعة شتلات البن وبيع إنتاجها للمزارعين وذلك بابتكار تجربة لزراعة البن بعد تجارب استمرت لأربع سنوات وتنتج كل شتلة ما بين خمسة وثمانية كيلو جرامات من حبوب البن القهوة مشروب يعشقه الملايين على مستوى العالم فكل شعب من الشعوب اختار طريقة لصناعتها وأصبح ينفرد بطعمها ومذاقها وأجريت دراسات كثيرة حول أهميتها في مصر وعلى مدار أربع سنوات عمل المهندس أحمد الحجاوي على زراعة حبوب البن محلياً في مزرعته بمدينة الإسماعيلية حيث يرغب في زيادة كبيرة من محصول البن عبر طرق الزراعة الحديثة نبتدين طبعاً زراعة البن من خمس سنين بس في شجر زي الأوراية ده كنا جابينهم بره حجم كبير شوية وده البداية يعني ده اللي بتديني ناخد منه البزور ونبتدين نعمل التكاثر الحمد لله ناجح جداً في مصر بس الطبيعة وإنه هو بحتاج تصليل أو ضل أشجار أو مش شرط ضل أشجار يعني إما ضل أشجار إما سرعهم إحنا جربناه في الناحيتين والاتنين حمد لله ناجحوا وتستهلك مصر ما يقرب من سبعين ألف طن من حبوب البن سنوياً ويعد التوسع في زراعة البن خطوة هامة في تقليل حجم الاستيراد والتوجه بقوة نحو التصدير أيضاً كمشروع هو مشروع كويس جداً وتقريباً يعني الشجرة لو أنقول أبسط إنتاج لها خمسة كيلو للشجرة الواحدة لو زرعنا مليون شجرة مثلاً زي الفتوشكة عندنا مليون شجرة في مانجة أو مليون نخلة لو زرعنا كل تحت واحدة لأنه هو جدوره مش كبيرة يعني فما بتأزيش اللي جنبها يعني إحنا هنا زرعينه تحت المانجة وجدوره ما بتأثرش خالص بالعكس يعني فده يعني نظرنا مليون شجرة تحت كل نخلة أو تحت كل شجرة فده يدينا مليون شجرة في خمسة كيلو يدينا خمسين مليون كيلو ويصلح المناخ المصري لجميع الزراعات الاستوائية ويعد الأفضل مكارنة بالعديد من دول العالم وهو ما يؤكد صحة التوجه الذي تعمل به مصر من خلال الاهتمام غير المسبوق بالقطاع الزراعي